اعتزال اللاعب الإسباني جيرارد بيكي ما القصة؟ هيا لنبدأ رأى جيرارد بيكي المولود في برشلونة عام 1987 أن ذكر كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة لا يجب تلتيخها في نهاية مسيرته ليقرر طي صفحة النهاية في مشواره كلاعب وهو في الخامس والثلاثين من العمر خلال مباراة الميريا يوم السبت المقبل على ملعب نيوكام بعدما أحرزا 30 بطولة مع الفريق للعلم يا أصدقاء المحترمين فقد حقق بيكي دور الأبطال 3 مرات مع البرسا روما 2009 ولندن 2011 وبرلين عام 2015 وبطولة الدوري 8 مرات وكأس الملك 7 مرات ومونديال الأندية 3 مرات وكأس السوبر الإسباني 6 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات خاد بيكي في المجمل 615 مباراة رسمية مع البرسا سجل خلالها 53 هدفا تجعله هذه الأرقام خامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة في تاريخ البرسا مع الفريق الأول ويعد بيكي أيضا المدافع أكثر مشاركة في المباراة في تاريخ الفريق الكتالوني ضم بيكي في 1997 إلى برسلونة أي قبل 25 عاما هنا كان يبلغ من العمر 10 أعوام والتقى في قطاع الناشئين مع جيل 87 المسمى الجيل الدهبي الذي ضم عناصر منحت جماهير البرسا بعد ذلك برحى عارمة وخاصة ميسي وكان ذلك الفريق يضم أيضا سيسك فابريغاس بعدها رحل اللاعب في 2004 إلى مانشستر يونايتد حيث خاد معه 23 مباراة رسمية سجل هدفين ورغم عدم خوضه معه نهاي موسكو أمام جيل سي في 2008 فاز بأول لقب شامبيونز في مسيرته وكذلك البريمير ليغ وكأس الرابطة وكأس السوبر الإنجليزي وقبلها كان قد تمت إعارته في موسم 2006-2007 إلى ساراقوسا حيث خاد 28 مباراة بين الليغة وكأس الملك وسجل ثلاثة أهداف وحين عاد للبرسا في 2008 تزامنا مع قدوم بيب غورديولا لتولي دفة الفريق لأن بيكي يبلغ من العمر 21 عاما وحصل سريعا على مكانه في التشكيل الأساسي مع كارليس بويول في فريق شق طريقه لكتابة التاريخ والفوز بالسداسية التاريخية قدم اللاعب أداء جيدا في الملاعب مع البرسا باستثناء الموسم الحالي الذي تكررت فيه بعض الأخطاء المألوفة معه وخاصة في مباراة انتر ميلان في دول الأبطال سبب هذا في توجيه انتقادات كبيرة إليه سبب راتبه العالي في فترة يمر فيها النادي بأزمة مالية ولم يكن حظ بيكي مع المنتخب قل مما كان عليه في البرسا فقد فاز مع اللاروخا بمونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس أمم أوروبا وارتدى قميس المنتخب في 102 مباراة وسجل له خمس أهداف ولكن بعد مونديال روسيا 2018 قرر الابتعاد عن المنتخب بعد جدل حول تأييده لاستفتاء تقرير المصير في إقليم كتالونيا حقق بيكي كل ذلك رغم أن حياته خارج الملعب كانت خاطفة للأضواء نظر إلى كبر حجم أعمال شركاته وكذلك بسبب بعض تصريحاته أمام وسائل الإعلام التي كانت ما تثير الجدل والسلام